مرسيلا أسهر يا أستاذ الأميس يعني أنا عارفة أن قلبك مع الناس كلها بالذات الناس اللي تم إجلاقهم لكن قولي بالضبط ماذا سنفعل لهؤلاء الناس وماذا سنفعل في الأمارة دي يعني أنا بس عايز حررتك نسأل الأستاذ أميها لو إلسى أميها حررتك على التليفون ممكن نجيبها دي هل هي ما أخرتشي النهاردة زيها دي السكان ال86 اللي أخلوا من الأمارة 30 ألف جنيه والله أنا لسه سألها يا فندم وقالت ما فيش حاجة بس ممكن نكلمها نسألها تاني نسألها تاني يا شباب لأن أنا سألتها على موضوع مدمها طب معلش يا سيد الوزير مدمها الوزير بيسأل هل حضرتك ما خديش التعويض المؤقت اللي هو 30 لا مش تعويض يا فندم لا مش تعويض هذا مبلغ اتصرف لكل السكان عشان يقيموا به في أي بص يا حديثك طب سواني بس أنا معانا الوزير يا مدم ما هتفضل فضلي خدتوا التعويض المؤقت عفوا اللي هو المبلغ اللي صرف للمواطنين يا مدم ما بدل إيجارة أو بدل سكن بدل سكن عشان الفترة اللي انتوا هتعودوا فيها برا في عمارة الشرباطلي كبيرة لها كذا مداخل وفي تصرط البحرين وفي عمارة تاني لا أنا بسأل حضرتك يا أستاذة ما بسألك انتي هل فعلا أخدتوا هذا المبلغ أنا مخدتش ولا أي حاجة أنا أكيد من سكنة في عمارة الشرباطلي لو سكنة لو سكنة في العمارة دي أنا في العمارة اللي مناسخة شفت يا أستاذة شفت يا أستاذة ثواني بقى مدمها شفت كلامي صحيحة ولا لا نسمع بقى بعض أيو يا فندم ثواني يا مدمها يبقى حضرتك مش في نفس العمارة طيب أنا في العمارة اللي مناسخة لتصرط البحرين مش في سرط البحرين الزقار العمارة اللي لازقه في سرط البحرين واستاذة حرودك ما تنتسكنة مش ستكنة في عمارة الشرباطلي لازقه فيها لازقه فيها لازقه فيها نزلونا كلنا من عمارات نزلونا من عمارات كلنا حتى العمارة دي حتى العمارة اللي هي لزقة في عمارة في اه والله العظيم والله العظيم حنا بكلمت بالشوارع طيب شكرا يا مدمة شكرا يا مدمة هنسمع سيادة الوزيبة اه يا فندم استاذ الاميسة يعني كنت هقول لحياتك عشان وقتك وقت الناس اللي يسمعونا حضرتها تقابلني لو عايزة دلوقت تتقابلني الوقتي لو عايزة بكرة الصبح الساعة عشرة تقابلني عشان اقول لحضرتك ان هي مستثنة في العمارة اللي تضررت ما انت هطلع لك ناس كتير ما احترامي ليهم كلهم اهلنا وكلهم يهمونا طبع طبع احنا بقين عليهم بس كل واحد هطلع دلوقتي يقول كلام الستة وتمانيين ساكن يا استاذ الاميس كايفا السكان عمارة الشرباطلي المتضررة دلوقتي تم اخلقهم بالكامل وصار في تلاتين الف جنيه لو حضرتك بس انا مش عايزة يعني مش عايزة اقول كلام كتير انا مهم كلام هطلع حياتك لطلع الإقرارات والإصالات اللي الناس السلمت بيها اللي التلاتين الف جنيه التلاتين الف جنيه ده ما هواش تعويض ده مبلغ بنصرفه وقانوني واحنا واخدين على الشركة تعاهد ومتعاقدين معها على هذا الاساس ان اي امارة هتصاب باي ضرر لحد ما نصلح الامارة على نفقة الشركة اللي بتشتغل بشركة عالمية شركة فرنسوية عالمية كبيرة عاملت اتحاد مع اكبر شركتين في مصر المأولون العرب وأورادكم مسؤولين يعوضوا اي ساكن بتلاتين الف جنيه عن ايجار شهر يسكن في اي اوتيل يسكن في اي شقة اخرى التلاتين الف جنيه دول احنا ما بنجبش بهم على حد دول حقهم ودول يدوب يجبولوا مسكن ملائم في مدة شهر احنا جاهز ما نقعدش نصلح شهر وده متوقف على حجم الضرر اللي موجود اللي انا مش هقرره انا مهندس ووزير نقل ورئيس هاية الانفاة مهندس وكل هاية الانفاة مهندسين وفيس الشهر المشروع مهندس ولكن اصابنا ان احنا ما نفتيش وما نقولش كلام احنا علشان يبقى فيه الشفافية وفيه حيادية في التأرير اللي حتك بالتأرير دي يا سيدة يا سيدة لميز بالمناسبة ده ارضية الفناء الخارجي ارضية الساحة الخارجية بتاعة سفاة البحرين يعني مش السفاة ولا المبنى ده الارضية اللي موجودة امام المبنى الارضية تأثرت الصور الخارجي تأثر الغرفة بتاعة الحارس تأثرت ودي كلها حاجات بسيطة جدا حيتنعالج ان شاء الله بإذن الله